تعال يا ست الكل عندك اللي بتاع دي اللي بنلاقيها في علبة البيتزا تعالي هقولك بقى دي كنز بيتك قوة ترميها بتنفع كحامل للتليفون والتليفون بيكون متثبت جدا عليها زي ما انت شايفة كده وكمان تنفع في حاجة تانية هنجيب كده الشمع وانسخنه شوية صغيرين جدا على النار عايزين حتة صغيرة جدا وانحنلزقها في النص بالشكل ده وانحطها جنب باب الشقة زي ما انت شايفة كده بتبقى بقى حلوة جدا جدا للمفاتيح ممكن تاخد مفتاح واثنين وثلاثة بتمنى الفكرة تعجب تعالي يا ست البنات اقولك على احسن طريقة تقدر اتنين تشيلي بيها طلال او زوفر لو الدلق على السجاد او على هدومك هتجيبي كده شوية من الملح وهتحطيهم على السجادة وعلى هدومك برضو هتتصرفي بنفس الطريقة وهتحطي عليهم شوية كده من المية وهتجيبي السابونة تدعاكي بيها السجادة بالشكل ده وبعدين هتحطي شوية مية عليها وبمعلقة تكون قديمة عندك وهتكحتي السجادة بالشكل اللي انت شايفة ده زي ما انت شايفة طبعا هي اللون فرش على السجادة خالص انا هشيله دلوقتي بكل سهولة ومش هيبان منه اي حاجة زي ما انت شايفة بحاول ان انا اشيل كده بالمعلقة اي رغوة بتطلع فيها اللون واحطها على اي منديل عندي او على اي قماشة عندي زي ما انت شايفة كده بكل بساطة هتتخلصي من اي بقعة فيها اطلاق اظافر بكل سهولة اتمنى الفكرة تعجبك عندك الشراب الكيوت ده ودرج الاطفال ما انتش عارفة تعملي في ايه والصراحة احسن سن للاطفال هو السن ده المهم هجيبك كده شوية قماش او شوية قطن او شوية فايبر اللي عندك موجود وهتحشي به الشراب بالطريقة دي وقت خياطي من تحت زي ما انت شايفة كده ده هيبقى بقى ست الكل في الدولاب بتاعت للدبابيز بدل ما اضيع منك عندك العلاقات دي تعالي نعمل بيهم فكرة حلوة جدا تعالي كده في درف الدولاب بتاعتك او بتاعت جوزك او بتاعت اولادك من جوة ولزقيهم بالطريقة دي وحطي عليهم بقى كده الحزمة اي حاجة انت حابة ان انت تحطيها وتحتفظ بيها علشان كمان تلاقيها بكل سهولة اه مادة انكش دوري عليها كتير فكرة حلوة جدا اتمنى انها تعجبكم بحبكم في اللي ومع السلامة عندك الكارتونة اللي بيبقى ملفوف عليها المناديل دي ايه واعترميها تعالي هقولك على فكرتين حلوين جدا بيها اول حاجة هتعملها منظم للطوك وللبنس حلوة جدا جدا وبتنظم الدرج وبيخلي الدرج شكله شيء جدا تعالي على الفكرة التانية لو انت عندك السلوك كده متبهدلة في الدرج هجيبي كده السلوك بتاعتك كلها هتلميها بالشكل ده تمام جدا كده هواعت حطيهم جوه البكرة بالشكل ده منظم حلو جدا اتمنى تعجبك عندك ازاس الزيت الرخمة دي اللي بيبقى الفتحة بتاعتها من فوق كبيرة بالشكل ده بتيجي تاخدي منها حبة بتكوب بنص الازازة تعالي ما احنا مش هنسيبها في حالها لازم برضو نتصرف معاها علشان قاطر ما تتوقعش كلها من نينة هجيبي دبوس او ابرة هتسخنيهم كده على الولاعة كويس جدا وبعدين بقى هتيجي من عند الغطا بتاعها من فوق وتفتحيها كده فتحة صغيرة خالص بالدبوس وبكده هتاخدي منها الكمية اللي انت عايزيها زي ما انت شايفة كده ده وفي نفس الوقت لو واقعت ما تخفيش عمرها ما هتنزل زيت لان الفتحة صغيرة جدا اتمنى الفكرة تعجبك حطي الملح في اللسبونشا او في السفنجة وانت هتنبسطي جدا من النتيجة اللي انت هتشوفيها هتجيبي كده سفنجة او سبونشة عندك تشيل الحتة مسلا لو هي مغلبة هتشيل الحتة اللي هي فيها دي وهنستخدم بس السفنجة اللي فيها وهتقصيها بالشكل ده وبعدين هتحطي كده معلقة من الملح معلقة صغيرة من الملح ملح العادي خالص بتاع الأكل بتاعنا وكمان شوية صغيرين جدا من الفانيليا او كيس فانيليا على حسب اللي عندك وهتدخليهم كده كويس جدا في السفنجة او في السبونشة وتعالي بقى يا ست الكل هقولك تعملي ايه هتحطيها بباب التلاجة بطريقة دي هتسحبلك الرطوبة اللي في التلاجة وكمان هتخلي رحة التلاجة حلوة لو انت اللي ادراج عندك او قرف في التلاجة بتلاقي عليها مية كده لما تحطي السفنجة دي مستحيلها هتلاقي ميتين لان الملح والسفنجة هسحبولك كل الرطوبة اللي موجودة في التلاجة بجد الفكرة دي حلوة جدا وانا باعتمدها جربيها وهتعجبك سخني الشوكة على النار وتعالي هقولك على فكرة حلوة جدا هتعودي طول حياتك تشكريني عليها زي ما انت شايفة كده سخنت الشوكة على النار وجبت اي علبة عندي بغطة وبعدين هتفتحي فيها بالطريقة دي وبعدين بقى يا ست الكل هتحطي كده شوية من الملح على شوية كمان من الدوني وهتقل بيهم بقى كويس جدا جدا مع بعض ودي بقى خلطة رهيبة ووصفة فعلا تحفة ان انت تحطيها في الدلاب بتخلي رحة الدلاب زي الفل على طول داخل موسم الصيف والملوخية على طول بتبقى موجودة في الاسواء تعالي اقولك على احسن طريقة تخلطي بيها الملوخية من غير ما تعملي دوشة لاي حد اقعد خلطي الملوخية لو بتخلطيها على الرخامة او على ترابيزة او على اي حاجة بتعمل صوت عالي جدا وكمان المخرطة بتعمل صوت عالي طبعا احنا مناش دعو بالكب احنا بنتكلم دلوقتي على المخرطة فعلشان ما تعمليش دوشة ليه لحوالين منك هتجيبي كده اي فوت عندك في المطبخ وهتحطيها تحت الصينية بال الشكل اللي انت شايف ده وبالطريقة دي مستحيل المخرطة والملوخية يعملوا صوت خالص وانتي بتخلطيها بالشكل اللي انت شايف ده مجربي الطريقة دي بجد حلوة جدا وما بتعملش دوشة للناس اللي حوالين منك وبجد هتعجبك تعالوا مع بعض على الفكرة اللي بعد كده لما تيجي تقفلي اي كيس التلاجة عندك اوعي تسخني السكينة وتقفلي الاي كيسة بالشكل ده احسن طريقة ان انت تقفلي بيها الكيسة طبعا السكينة لو سخنتيها عن نور كذا مرة السكينة بتاعت احسن طريقة اللي انت تقفلي الكيس بيها هجيبي السكينة وهتحطيها تحت كيسة بالشكل اللي انت شايف ده وهتسبتيها كويس جدا وتمسكيها زي ما انا مسكيها بالشكل اللي انت شايف ده تمام جدا كده في الوقت دوت انت هجيبي اي ولاعة عندك وهتبتدي ان انت تروحي وتيجي كده على الكيسة بالولاعة بالشكل اللي انت شايف ده بس كده يا ست الكل كده الكيسة تقفلت معي بكل سهولة ومن غير ما تبعوز السكينة بتاعتك لو مش عايزة تحطي السكينة ممكن تح معلقة اي حاجة. وممكن برضو تعملي الطريقة دي بمعلقة او بشوكة. بس انا بقول السكينة انها بتبقى طويلة عن المعلقة. فعشان تجيب لك الكيسة كلها. زي ما انت شايفة الكيسة تقفلت معي بكل سهولة. فكرة حلوة جدا اعتمديها في مطبخك. تعالوا مع بعض على الفكرة اللي بعد كده لو انت عندك كيس خميرة كيس بكنبودر بانيليا اي حاجة عندك حابة ان انت تفتحيها وكمان مش حابة ان انت تستخدميها كلها اقول على طريقة حلوة جدا ازاي تحتفظ باقي الكمية اللي معاك بكل سهولة ومن غير ما تدلق منك ولا تبوز منك. هجيبي كده المقص وتقصي حتة من طرف الحاجة اللي انت هتستخدميها بالشكل ده. اللي معايا ده كيس خميرة وهتلف فيها على بعضها بالشكل اللي انت شايفها ده. والحتة اللي احنا قطعناها هتبتدي ان انت تدخليها في الكيس. من فوق الشكل ده. تمام جدا كده بكده هتقدر ان انت تحافظي باقي الكمية بكل سهولة فكرة حلوة جدا جربيها وهتعجبك. تعالوا بقى في الفكرة اللي بعد كده فكرة حلوة جدا وان شاء الله هتعجبك وهتعتم ديها على طول في مطبخ. هنولع كده في ازاست الزيت علشان نوفر الزيت بتاعنا وما نستهليكش كمية كبيرة. زي ما انتوا شايفين كده دي ازاست زيت انا لسه شرياها. فتعالي بقى هقولك ازاي تستخدميها وازاي كمان توفري فيها. تمام جدا كده ازاست الزيت اهي وهنجي اخد بقى الغاطة بتاعها بالشكل ده. غاطة ازاست الزيت. وهنبتدي ان احنا نسخنها بالولاعة نسخن الغاطة بالولاعة بالشكل اللي انت شايفه ده. هتبتدي ان انت تسخني الغاطة بالشكل ده بالولاعة بس يعني ان تتكيش عليه اول احنا مش عايزين. آآ يعني يكون فيه سخونية آآ جامدة على الغاطة علشان الغاطة بتاعك ما يسحش منك. تمام جدا كده. هتجيبي بقى كده خلة او اي حاجة عندك تكون كده آآ بشكل الخلة وهتبتدي ان انت تحطيها في الغاطة بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام جدا كده هتطلع منه حتة بالشكل ده. هجيبي بقى اي مقصة عندك وهتبتدي ان انت تقصي حتة صغيرة منه من فوق. حبق حتة يعني تكون اديق ممكن ان انت تعمل لها فتحة كده بدبوس او باي حاجة. يعني الموضوع صهل يعني مش صعب. تمام جدا كده. هتبتدي بقى ان انت تاخد الغطا وتقفلي الازازة بتاعتك. وده يا ست الكل هيبقى حاجة موفرة جدا جدا لكي في ازازة الزيت. طبعا دي الازازة اللي بتبقى لنزي بتعملي بها مسلا آآ فول بتعملي بها اي حاجة بتبقى تحت ايدك كده. شايفين طبعا لما بنيجي نحط كده في بالازازة من غير غطا بتنزل كمية كبيرة انما بالطريقة دي بتنزل الكمية محدودة وبتقدري تتحكم فيها بكل سهولة. بتمنى افكار النهاردة تعجبكم ومع السلامة.